لازم أبدأ حلقة النهاردة الحقيقة بالحدث الأهم والأبرز خلال هذا اليوم رياضيا طبعا هو زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك وتلبية الدعوة التي لقاها النادي الأهلي من مجلس إدارة نادي الزمالك في فترة سابقة الحقيقة إذا كنا هنتكلم في هذا الأمر فهو مشهد أكثر من رائع أنا هعتبر النهاردة هو يوم من الأيام التاريخية في كرة أو في الرياضة المصرية وزي ما قال كابت خطيب في كلمته النهاردة اللي بيحصل النهاردة هو أمر طبيعي احنا خلال الفترة اللي فاتت كنا عارفين أن هناك زيارة سوف يتم أو هتحصل خلال الأيام اللي جاية ولكن الحمد لله زيارة حصلت النهاردة وكان هناك اهتمام كبير جدا 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 من كل وسائل الإعلام ومن كل المهتمين بالرياضة مشهد عظيم الحقيقة لأنه ترصيخ للتعاون بين أكبر ناديين في الوطن العربي وإفريقي علاقة النادي الأهلي والزمالك علاقة كبيرة وراسخة على مر السنين تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة بالكامل باستثناء طبعا الله يرحمه الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اللي كان أو هقول لحضراتكم اللافتة اللي حصلت النهاردة أيضا في هذا الأمر ترحيب شديد من كل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك أمر عظيم الحقيقة اليوم النهاردة بالنسبة لي هو يوم يدعوه للفخر لما أجأتكلم مع أولادنا أولادي كبروا شوية دلوقتي لكن لما أجأتكلم معاهم بعد كده هقول لهم أن أنا حضرت هذا اليوم ليه أنا بقول هذا الكلام أنا بقول هذا الكلام لأنني حضرت أيام سيئة مش عايز أتكلم عنها ومش عايز أتكلم في هذه الأمور مرة تانية وكل ما أتمناه كل ما أتمناه أن إحنا نفضل بهذا الشكل الرائع وبهذه الصورة الجميلة ما بين واحد من أعظم لعبي كرة القدم في مصر وواحد من أعظم من وجهة نظري ومن وجهة نظر كتير من الأهلوية من أكتر ومن أفضل ومن أعظم الإداريين في مصر كابتن محمود الخطيب وواحد أعتقد أنه هو في طريقه لأن يكون الأفضل في نادي الزمالك دي حاجة ما تخصنيش مش عايز أتكلم عنها كتير ولكن طبعا نادي الزمالك عنده أساطير كبيرة جدا مسكو رئاسة نادي الزمالك زي ما النادي الأهلي عنده أساطير كبيرة جدا مسكو النادي الأهلي ولكن أنا هنا بتكلم عن اللي أنا شايفه قدامي اللي حضراتكو شايفينه عشان كده أنا حدعو أو حقول لولادي دايما أن النهاردة كان يوم تاريخي في الرياضة في مصر لأنه الفترة السابقة كان هناك الكثير والكثير بيحاول أن يزرع الفتن من أو ما بين الناديين الكابرين أنا الحقيقة والله جوايا كتير قوي عايز أقوله ولكن لأن حضرت حاجات كتير جدا 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 والمنظر اللي قدامي ده بيخليني يبقى مبسوط وسعيد لأنني نلاقي حسام غالي كابتن حسام غالي وكابتن وستاذ محمد الجرح وستاذ محمد صراج ومية عاطف وستاذ مية كابتن مية عاطف وكل الكابتن اللي موجودين وكل أساد اللي موجودين وستاذ طريق أنديل وستاذ دكتور محمد شوقي وكل الناس اللي موجودة الحقيقة بيدعو أو بيخليني يبقى سعيد جدا جدا باللي بيحصل لأنه أنا في النهاية رجل مصري رياضي أهلاوي بحب النادي الأهلي وبحب النادي الزمالك بالمناسبة ما عنديش أي مشكلة مشان الوحدي أنا وكل جمهور النادي الأهلي ما عندناش مشكلة مع النادي الزمالك إطلاقا ولكن كان عندنا مشكلة مع الأشخاص اللي موجودين ويمثلوا هذا الكيان العظيم في وقت من الأوقات دكتور كمال درويش هذا الشخص العظيم وواحد من الأسماء الكبيرة جدا جدا في عالم الرياضة في مصر دكتور كمال درويش كان في وقت من الأوقات رئيسة لنادي الزمالك وكان هناك تنافس شديد وكبير ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ولكن عمرنا ما سمعنا دكتور كمال درويش بيتكلم عن النادي الأهلي بشكل مش جيد ولكن كان بيحب